البارزاني يفتتح مراكز الاقتراع بصوته يمهد الطريقة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الأكثر جدلاً بالعصر الحديث أكثر من خمسة ملايين ناخب كردي أدلوا بأصواتهم في 12 ألف صندوق موزعة على ألفي مركز انتخابي توزعت على مدن الإقليم إضافة إلى المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كاركوك التي حذر البرزاني من أي استفزاز فيها أثناء إجراء الاستفتاء ردود الفعل الدولية والمحلية توالت بين مهدد ومعارض وبين من اتخذ إجراءات ومواقف لها آثارها الآنية والمستقبلية المؤثرة على كردستان فبغداد طالبت الإقليم بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات فيما أجرى الرئيس التركي رجب طيب أيردوهان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني بشأن الاستفتاء وعبر عن مخاوفهما من أن يؤدي إلى حدوث فوضى في المنطقة أما السفارة الأمريكية فأصدرت تحذيرا لرعاياها من اضطرابات محتملة في أثناء الاستفتاء داعية للمواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر لمدن الإقليم والمناطق المتنازع عليها يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية التركية أن أنقرح ستتخذ كل الإجراءات بموجب القانون الدولي إذا أدى استفتاء إقليم كرلستان إلى تهديدات للأمن القومي التركي فيما حذرت الوزارة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك والبيل والسليمانية وأوصتهم بالمغادرة في أقرب وقت ممكن ما لم يضطروا إلى البقاء وتضاربت الأنباء من تركيا حول إغلاقها معبر الخابور الحدودي مع العراق من جهة إقليم كرلستان إيران من جانبها أوقفت الرحلات الجوية إلى الإقليم بطلب من حكومة بغداد والإجراء نفسه اتبعت تركيا في وقت تستمر فيه الدولتان بمناوراتهم العسكرية على الحدود مع العراق